مرحبا يا أخت نور مرحبا يا نور اهى وشفت بالبيت مثل شغلة هو خشب محفور شوفوا بالضبط هله هو أثاث او شي تاني ما بعرف وشفت في مشهد واضح بالنسب الي اني مثل نافذة يعني نافذة واسعة كبيرة وعالية ايوه والبيت عالي النافذة هاي كانت البرادة كانت تائر مفتوحة فيها. نعم. وكان يمبين علينا من بره اني متر صفور مكعبة وهذه الصفور منحوطة بالوسط بشكل بشكل كتير واضح. ايوة. هي اني كانت من قبيل المكعبات وصير هي مكعبات مثل الدرج من تحت لفوق. طيب. ومثل الحلم المشهد الثاني اللي شفت وشفت حالي طالع من غرفة او طالع من مكان ما شغلي والمحل تجاري ما بعض. الو. الصوت قطعي اخت نور. الو. ايوة يا نور اتفضلي. ايوة. ايوة. لما اطلعت من هذا المكان شفت تعدة مثل مثل مكتبات احذية. وهي الاحذية كلية مليانة احذية اطفال. نعم. بس بهذه اللحظة بحسن او بتذكر اني تيفوني او موبايلي ما معي. بتطلع علي على السيرية بين الاحذين ما بشوفه. بتذكر اني تركت جوة برجع لنفس المكان اللي كنت فيه و بلاقي تيفون. وهي بخلص الحلم. هذا الشاب شو بينك وبيني يا نور بخطوبة او كلام عن خطوبة او زواج او معرفة هو في كلام بس بسبب ظروف وصعب يعني ما مشينا نوعا. البيت اللي انت شفتيه في ثوريا او هنا. الو. الو. ايوة. البيت اللي شفتيه مقرة في الامارات او مقرة في دولة ثانية. لا هو بالمنام ما بعرفه لهذا المقر وين. طيب خبري بشكل عام بشكل عام خبري دوروا حوالي البيت اهلا. اذا كان في الامارات او خارج البيت الملك ما لهم. في حد مسوي اسحار كان لناس اخرين مش لهم. ولكن متفون عند بيتهم. فاثر على اهل البيت. يعني السحر مسوي لناس اخرين. ولكن دفن حوالهم بيتهم. لأسباب هم اضرى فيها اصحاب السحر. فاثر عليهم. اخبري اذا كان لديهم بيت ملك ان يبحثوا حوله وينظفوا حوله من الاثار تلك الموجودة وهي قديمة. وسوف يستقر وضعه ان شاء الله وضع اهله. واخبريه بان يتوقع الله في مدام انت في اخر اتصال كان هاتف. في اخر حلم كان في اتصال او هاتف حصلتي. الهاتف دلالة على انه سوف يأتيك منه خبرا. خبرا ان شاء الله يسعدك ويقربكم منه بالحلال ان شاء الله. موسيقى